انتخابات مغيبة كمثيلاتها في هذه البلاد الخائرة بأحلام غائبة فلا أمن ولا استقرار ولا حتى كهرباء تنير درب المواطنين في منازلهم والديمقراطية أساس هذا النظام غيبت بعراف سياسية ومحصصات طائفية وأموال حزبية وأخيرا قوانين تشذ عن الشرعية الأول اختلف فيه على تفاصيل فنية أو هكذا يرونها لكنها سكين التي ستحدد أقسام الكعكة فالقانون معلق لتأخر توزيع الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في كل محافظة ونوع الدوائر المتعددة وكيفية توزيع المقاعد على تلك الدوائر أما الثاني فولد أعرج مكبلا المحكمة الاتحادية التي بيدها توقع على الشكل النهائي لنتائج العملية الانتخابية فإذا أحيل أحد أعضائها إلى التقاعد ظلت في حيرة من أمرها ورهينة في قرارها تزايد عليها الكتل في أعرافها أثناء ذلك جاءهم رجل من أقصى المدينة يحدثهم بغير معاهد أخافهم بمهمته التي تصد لها فأوغلوا بفسادهم وعرقلوا من لديه اعتراض على مجمل ومن صلة الحكم عليه الاستعداد للانتخابات لا لتعطيلها مهمة يؤكدها الكاظمي في كل مناسبة فهو من حيث يدري أو لا يدري لامس الحقيقة حقيقة لا شك فيها أن الإصلاح يبدأ بأعادة القرار للشعب جوهر الديمقراطية ودواء الداء كل من يسعى على تعطيلات الشعب سيسقط بإرادة الشعب شكرا